بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليه يابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيح لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتظم فجزاك الله وعن الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعان أفضل الجزاء وعن أفضل الجزاء أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجزون لكم ما وعدكم جئتك يا ابن أمير المؤمنين جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدًا إليكم وقلبي مسلِّم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدَّا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبما إن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسون السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله والرسول ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليه وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنه أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون لك في جهاد أعدائه المبالغون في نصرتي أوليائه أذابون عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحدهم ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوتي وأطاع ولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في علين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهين ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد ومتبعا للعجم ولا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظي ذنباً إلا غفرتاً ولا حماً إلا فرجتاً ولا مرضاً إلا شفيتاً ولا عيباً إلا سترتاً ولا رزقاً إلا بسطاً ولا خوفاً إلا آمنتاً ولا شملاً إلا جمعتاً ولا غائباً إلا حفظته وأدنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر لك فيها رضاً ولي فيها صلاياح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاماً وأقدمهم إيماناً وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسيين فلعن الله أمة قتلات ولعن الله أمة ضلمايات ولعن الله أمة استحلات منك المحاري وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحام الناصي والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولا وحياتي بهم طيبا وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وسترى الحيوب وكشفى الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة